نالك معلومة نشرها مركز الروابط للدراسات والبحوثة الاستراتيجية خاصة جدا تحصلوا عليها تتحدث بأنه الاتفاقية النووية اللي صارت مع أوباما بال2015 قبل ما تصيروا قبل ما يوقعوها هم امتلكوا كل القدرات والإمكانيات لصناعة القنبلة النووية فإذا ألقينا نظرة على هذا التفصيل فعليا اللي نشر مؤخرا خنشوف شنو اللي قاله إيران قبل التوقيع على الاتفاق النووي مع إدارة أوباما كانت قد امتلكت التكنولوجيا النووية التي تؤهلها لإنتاج القنبلة النووية واللي أكد هذه المعلومة هو تصريح وزير المخابرات الإيراني يوم أمس بقوله أن الضغط الغربي إذا استمر فهذا رح يخلينا إحنا نروح ونمتلك الأسلحاء النووية فبالتالي هذه المعلومة أصبحت في ظل هذه التصريحات معلومة ليست بعيدة عن الدقة أبدا ولذلك هذا الموضوع هو يعتبر واحد من أهم الأوراق الضغط اللي تستخدمها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية حتى يرفعون عنهم العقوبات ويصير فديل أو اتفاق معين حتى يحل هذه المشكلة الأمر الثاني المهم اللي رح تشتغل أيضا عليه إيران وهي بدأت فعليا بالعمل عليه هي تقوية ميليشياتها الموجودة في العراق وتقوية الميليشيات في سوريا وتقوية ميليشياتها في اليمن من أجل القيام بأمرين الأمور اللي ممكن هما رح يستخدموها اللي هي عملية استهداف السعودية إذا كانت عن طريق الأراضي اليمنية أو العراقية أو حتى من ألبو كمال وكذلك استهداف الإمارات كون أنهما يعرفون بأن جو بايدن لن يقوم بأي عملية ردة فعل سريعة كما هو الحال مثل إدارة ترامب بايدن ما مستعد أن يقدم حلول سريعة جدا فممكن أن يسوون ضربات غير فتاكة على السعودية وعلى الإمارات يشوفون ويقيمون عملية ردة فعل أمريكا تجاه هذه الأمور بالإضافة إلى ذلك المعلومة الخطيرة واللي هي متعلقة بيننا إحنا العراقيين هي قضية الضربات اللي دايخططوا لها أن يسووها فعليا في العراق ضد المصالح الأمريكية قد تكون السفارة قد تكون قاعدة عين الأسد قد تكون الأرتال التابعة للتحالف الدولي هم دايخططون لهذا الأمر أن يكون الشهر القادم وهذه المعلومة أيضا كشف عنها مركز الروابط مؤخرا بمعلومات خاصة حصل عليها بأن هناك خطة للقيام بهذه الهجمة فلذلك إذا ألقنا نظر على هذا التفصيل شوف شون اللي قاله حسب معلومات خاصة حصل عليها مركز الروابط قد تقدم الميليشيات الولائية في الشهر المقبل على استهداف المصالح الأمريكية في العراق هذا من أجل سحب إدارة بايدن من أجل القيام بضربات في داخل إيران وعلى فكرة هم دايستخدمون ميليشياتهم لعدة أسباب مهمة أنه أولا هي غير مكلفة الميليشيات هي التقوم بذلك ثانيا هم ممكن بسهولة يقولون هذولا إحنا بالنسبة أنه ذولا مقاومة في بلدانهم هم أصدقائنا لكن إحنا ما عدنا أمر عليهم بالتالي من السهل جدا أنه يتبرؤون من عدهم بالإضافة إلى ذلك أنه هي تقدم رسائل فعالة على الأرض ويعرفون الأمريكان هذه الرسائل فأمام المجتمع الدولي هم ممسوين شيء لذلك هذا الأمر خطير جدا وممكن أن يجبر حكومة السيد مصطفى الكاظمي أن يرسل وفود في الفترة القادمة إلى إيران من أجل تخفيف محاولة الخروج من هذا الأمر فعليا محاولة بعاد العراق أن يتحول إلى ساحة لكن الأمر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أكبر من ذلك الأمر الثالث والمهم وورقة الضغط التي ستستخدمها إيران وهي فعليا صار لها فترة تستخدمها ضد أمريكا لكن ستزداد هي عملية تواصلهم وتحالفهم مع طالبان ضد القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان وهذه طبعا خلت فعليا في الشهر الماضي على سبيل المثال ومؤخرا الحكومة الأفغانية ترسل عدد من المفود إلى إيران من أجل التفاهم يعني يعرفون الدعا عندما يأتي من إيران إلى طالبان وطالبان تزداد بهذه القوة بسبب هذا التحالف لذلك واضح جدا أنه إيران تضغط في كل مكان وهي مستعجلة من أجل أنه تأخذ ردة فعل من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية تحديدا وهذا الأمر يبدو أن أمريكا وإدارة بايدن انتبهت له وبدأت تعرف بأن الأمور أكو ضغط قادم في الشهر القادم والدليل على ذلك بالأمس مصادر ثلاث مصادر مهمة جدا صرحت إلى رويترز بأن إدارة بايدن بدأت تدرس إعطاء وإمهال إيران امتيازات يعني ليست هي بتخفيف العقوبات لكن إمتيازات قيمتها تكون أقل من قضية رفع العقوبات أو تخفيف العقوبات تحديدا